الصفقة الجديدة للنادي الاهلي الضوي اسم كبير والناس مستنية منه كتير مين الضوي؟ ده جد والله ظهر جد والله جد؟ اسمعت اسمها جتير جد ايو دي صفقة جديدة مضوها النادي الاهلي وكيل اعماله كان موجود معنا هنا مبارح ضيف خلاص مضى في النادي الاهلي والمفروض انه هو عنده 19 سنة لعب جيد طرف ومتوقع منه انه هو بلعب فين؟ كان بلعب فين؟ كان بلعب في الدورة التونسي مصر يعني بلعب في الدورة التونسي؟ لا هو تونسي بلعب تونسي؟ بلعب باكلفتي يعني مسلا؟ بلعب بلعب بقى في ثلاث اماكن كان وكيل اعماله معنا مبارح واتكلم عليه كتير يعني طبعا احترم اي لعيب واحترم اي صفقات هيجيبه النادي الاهلي محتاج لعيبة محتاج من اربع لخمس لعيبة ده وجت نظري انا اتمنى يبقى اضافة للنادي الاهلي لكن النادي الاهلي محتاج الناس تخش على طول عف يقولك الترس العمل يخش على طول جوا الموضوع طب هنا هسألك لنقطة تانية كهربا ممكن يكون اللعب اللي انت بتكلم عليه دلوقتي؟ عنده خبرات يخش مع الترس على طول؟ طبعا 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 كهربا لعيب كبير كهربا لازم كهربا لو ركز تلات اربع شهور بس اللي هو يرجع كهربا ويبقى فيه كنترول ومتابع عليه وانا نفسي مع كابتن سيد عبدالحفيز كده بصراحة يعني يعمل اليوم الكامل لكهربا لمدة تلات شهور يبعد عن الدنيا كلها على الاصدقاء عن كل حاجة بجد والله لان يرجع كهربا هيفرق معنى دي لقال كبير جدا والمنتخب مصر